تحية لكم مشاهدين الكرام والتقان الاسبوع معكم يتجدد مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة التي تأتيكم ضمن فقراء صدى الرياضة لهذا اليوم سنكمل مشوار تقضي صدى الرياضة بين جميع الفعاليات الرياضية الجماعية منها والفردية ومع الأندية العراقية الكروية التي تشارك ضمن منافسات الدوري بكرة القدم كالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة أيضا مع آراء وانطباعات مختلفة لعدد من الرياضيين العراقيين مشاهدين بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقراء صدى الرياضة خليكم ويانا موسيقى نجدد أترحبا بكم مشاهدين الكرام وانطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية والتي نبدأها مع المباريات الودية المقبلة لمنتخبنا الوطني بكرة القدم إذ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الاتفاق النهائي مع نظيريه اللبناني والفلسطيني لإقامة مبارتين وديتين في العراق نهاية شهر الجاري وبداية شهر المقبل في ملعبي كربلاء والبصرة الدوليين وقال عضو في الاتحاد إن الاتحاد اتفق بشكل نهائي مع نظيره اللبناني لإقامة مبارات تجربية بين منتخبي البلدين في ملعب كربلاء الدولي في السابع والعشرين من شهر نيسان الجاري أما المبارات الثانية التي تم تأمينها للمنتخب ستكون أمام المنتخب الفلسطيني في ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة في السابع من شهر إيار المقبل تقدمت إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم مجموعة من الدعوات لأرض المشاركة والمساهمة في احتفالات عديدة البعض من عدها قدم الاتحاد دعوة إلى الاتحادين الفلسطيني واللبناني وخلال الشهر القادم إن شاء الله ستقوم المنتخبات لهذه الدول وإسهاما من هذه الاتحادات من أجل دعم الاتحاد العراقي إضافة إلى توطيد العلاقة بين الاتحادين العراقي واللبناني والفلسطيني إن شاء الله أحد هذه الدعوات يوم 27 بنيسان والأخرى في شهر الخامس يوم 7 بشهر إن شاء الله مشاهدين الكرام سنبقى مع أخبار المنتخبات الكروية لكن هذه المرة مع منتخبنا الشباب لكرة الصلاة حيث وصلت بعثة المنتخب يوم الأحد الماضي إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك لخوض المعسكر التدريبي الذي يمتد حتى التاسع عشر من نيسان الحالي استعدادا لأولمبيات الأرجنتين 2018 وقد أجرى منتخب شباب العراق لكرة الصلاة فور وصوله ميرانه الأول على صالة نادي الوكرة بقيادة المدرب علي طالب الذي أوضح بأن الجهاز الفني يسعى من خلال هذا المعسكر على تعزيز قدرات اللاعبين ورفع مجهودهم البدني وزيادة حالة الانسجام فيما بينهم وأكد أن المهمة صعبة لكن ليست مستحلة ونعول كثيرا على هذا المعسكر الذي يتضمن إقامة لقاءين وديين مع المنتخب القطري الأول وخوض عدد من المباريات التجربية مع الأندية القطرية والتي نأمل أن تسهم بشكل كبير في الوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق بغية معالجتها وتعزيز الإيجابيات منها يشار إلى أن منتخب شباب العراق لكرة الصالات تأهل إلى أولمبيات الأرجنتين بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة أمم آسيا مشاهدين الكرام مستمرين معكم هذه انتقالة إلى كرة السلة العراقية إذ حقق نادي الكهرباء بكرة السلة فوزا مهما يعني عاد من خلاله إلى سكة الانتصارات بعد تغلبه على نادي الكرخ بفارق أربع نقاط واجرت المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى للمسدس الذهبي لدور السلة العراقي الممتاز وجاء فوز الكهرباء بنتيجة 106 نقاط مقابل 102 في المباراة التي احتضنتها قاعة نادي الكرخ الرياضي وفي البصرة تغلب نادي نفط بغداد على نفط الجنوب بنتيجة 92 نقطة مقابل 80 في مباراة قوية ومتقاربة المستوى وحفظ فريق النفط على صدارته لجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز وبات قريبا جدا من حز أحد مقعدي الفاينال لإحراز لقب الدوري للموسم الحالي لعام 2018 فيما تتصارع ثلاثة أندية على المقعد الثاني إذا ما استبعدنا فريق الكرخ بعد خساراته المتتالية والأندية هي الشرطة الكهرباء والنفط الجنوب مشاهدين دعونا نتواصل مع أخبار كرة السلة وهذه المرة مع نجوم المنتخب العراقي إذ وضع الاتحاد الأسيوي صورة ليهم لاعبي السلة في القارة الصفراء وكان من ضمنهم أحد لاعبي المنتخب الوطني العراقي وهو لاعب والمنتخب محمد صلاح خاصة بعد أدائه المتميز في تصفيات كأس العالم ويعد صلاح من أهم اللاعبين العراقيين في لعبة السلة ويتوقع له مستقبل كبير في هذه اللعبة وتعرض مؤخرا صلاح قبل فترة إلى كسر في ساقه ما أدى إلى ابتعاده عن المنتخب وناديه الشرطة وقد تأثر فريق الشرطة كثيرا بغياب صلاح حيث تعثر في مرات عديدة بدور كرة السلة العراقي متواصلين معكم مشاهدين الكرام هذه المرة إلى الملاكمة إذ حصد العراق على سبعة أوسمة ملونة مقسمة بين خمس فضيات ونحاسيتين اثنتين في ختام البطولة العربية للمتقدمين بالملاكمة والتي احتضنتها العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة ستين ملاكما يمثلون عشر دول هي قطر، الأردن، الجزائر، سلطنة عمان، المغرب، اليمن، تونس، لبنان، العراق فضلا عن السودان البلد المضيف وقال فرأس موسى عضو اتحاد الملاكمة لقد حصل خمسة ملاكمين على الوسام الفضلي وهم حسن علي ناصر بوزن تسع وأربعين كيلوغراماً وعمار مجيد في وزن ستين كيلوغراماً وحيدر عبد الرضا بوزن أربع وستين كيلوغراماً وباسل مصطفى في وزن خمس وسبعين كيلوغراماً وسعدي طارق بوزن فوق الثقيل مبيناً أن ملاكمين اثنين حصل على الوسامين النحاسيين هما جعفر عبد الرضا بوزن ستين وخمسين كيلوغراماً وكرار كاظم في وزن تسع وستين بالتأكيد نبارك للملاكمة العراقية كنا في الحلقة السابقة لنا تخطية خاصة للمنتخب قبل ذهابه ومشاركته في بطولة السودان بطولة العرب وقد غطينا معظم استعدادات وجاهزية الفريق قبل مشاركته في هذه البطولة نبارك مرة أخرى للملاكمة العراقية على قل تقدير على بعض الأوسمة والمشاركة التي نأمل أن تتعزز بنتائج أكثر في المستقبل منشاهدنا ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي ملعب كربلاء الدولي يحتضن مباراة زوراء العراقي مع ضيفه العهد اللبناني في مباراة الإياب لمنافسات المجموعة الثانية ويدخل نادي العهد اللقاء وهو في الصدر بثماني نقاط من أربع مباريات بفرق ثلاث نقاط عن الوصيف الزوراء الذي لديه مباراة أقل بعد تأجيل مباراته أمام المنامة إلى السادس عشر من هذا الشهر وقد أبدأ لعبو النوارس جاهزيتهم التامة للمواجهة في تصريح لهم قبل خوض هذه المباراة أمام العهد اللبناني خلنا نتابع أكيد السعداءات المتواصلة لهذه المباراة المهمة في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي اللي نتمنى أن يظهر جميع اللاعبين بمستواه والمعهود وأكيد غايتنا فيها المباراة يتعقيق الفوز لا غير من أجل المنافسة على البطاقة الوحيلة من هذه المجموعة فريق العهد أكيد فريق جدا ممتاز أكيد الكادر التدريب أحدد نقاط القوة والضعف من خلال المباراة الأولى اللعبناها في لبنان جميع اللاعبين يتحلون بالمسؤولية وأكيد قلت لك أنه بالأول والأخير أنه غايتنا الدخول في المباراة من أجل تحقيق الفوز كل اللاعب يتمنى أن يلعب بين أرضه وبين جمهوره وبين ناسه كده هل كل فرحانه نتمنى هذا يدوم على ملاعبنا العراقية وخاصة في بغدار نتمنى أنه يرفع الحظر أكيد هي المباراة مهمة ومباراة أولى بين أرضنا وبين جمهورنا كيستهد لها سوك مهمة صعبة وفي فريق العهد من الفرق الجيدة نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه المباراة حتى نعزز موقعنا في المجموعة وأكيد لكل عازمة من الكادر من اللاعبين ونتمنى الله يوفقنا في المباراة وإن شاء الله توفير للفريق كما تعرفت انتظرنا مباراة للتعاد الاسيوي ضد فريق العهد اللبناني اللي نطمح له أنه كيف نعزز محضوبنا من ناحية البطوات للتعاد الاسيوي ونظهر بصورة طيبة اللي ظهرنا بها بالدوري ونعزز صدارتنا أكيد بهذا الترفيب المجموعة أكيد يصبوا مصلحة ومصلحة الكرة الأعقية أكيد هذا الشي مثل ما قلت لك كل اللاعبين وكل الكادر التدريبي مصممين على أنه نظهر بصورة طيبة ومشرفة إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بهذه المباراة تعرفون مباراة مباراة مهمة يعني فريق العهد فريق جيد وإن شاء الله كل اللاعبين والكادر التدريبي عازمي على ثلاث نقاط حتى نعوض المباراة اللي خسرناها مشاهدين حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي للكرة القدم موعد الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري الممتاز بكرة القدم والتي ستقوم في أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة الآن نتعرف على مواجهة الأندية في الدوري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل الثالث عشر من هذا الشهر خلينا نتابع حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي للكرة القدم موعد الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز التي ستقام أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة وبحسب تصريح عضو اللجنة السيد شهاب أحمد إن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية تنطلق يوم الجمعة المقبل مبينا أن الجولة تنطلق بإقامة خمس مباريات الأولى يضيفها ملعب الصناعة بين النفط والسماوة فيما يلتقي نفط الوسط مع البحر في ملعب النجف ويحتضن ملعب الشعب الدولي لقاء الجوية مع النجف في الساعة الثامنة مساء ويلتقي الميناء مع كربلاء في ملعب جذع النخلة في الساعة السادسة مساء وفي ملعب التاج يلتقي الكهرباء مع الزوراء وتستكمل الجولة مبارياتها يوم السبت بلقاء نادي الحدود مع نفط الجنوب في ملعب التاجي ويضيف بغداد على ملعبه نفط ميسان ويخود الشرطة مباراته مع الديوانية في ملعب الشعب الدولي ويشهد ملعب الصناعة لقاء الصناعات الكهربائية مع الطلبة وتختتم الجولة الثانية والعشرون يوم الأحد بمباراة الحسين مع زاخو في ملعب التاجي والجديد بالذكر أن نادي الزوراء يتصدر فرق الدوري الممتاز بخمسين نقطة بفارق سبع نقاط عن الوصيف الشرطة الذي حاصد ثلاثا وأربعين نقطة فيما يقف الجوية بالترتيب الثالث بفارق نقطة عن القيثارة والنفط بالترتيب الرابع بتسع وثلاثين نقطة الآن مشاهدين مع ملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة إذ يبدو أن أزمات العراق السياسية انتقلت عدواها إلى الرياضة أيضا بعدما ظهر على السطح حجم الخلاف الكبير الذي يرتبط بإدارة الملف الكروي المحلي متمثلا في الصراع الذي يدور منذ أسابيع حول الترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم لا سيما بعد الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد العراقي لكرة القدم باستبعاد سبعة مرشحين من المشاركة في الانتخابات على الرئاسة وكذلك العضوية وقد أثارت هذه الخطوة جدلا كبيرا وردود فعل سلبية في الوسط الرياضي والشارع الرياضي والإعلام الرياضي خاصة وأن المستبعدين هم من اللاعبين المعروفين ولهم اسم وتاريخ كبير في عالم الكرة العراقية منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي يعني أمثل عدنان درجال ونعيم صدام وآخرين مشاهدين في هذا السياق أعلن عدنان درجال نجم الكرة العراقية سابقا والمدرب حاليا أنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب ما اعتبره اجحافا وتعسفا مرسا يعني بحقه وبحق زملائه المرشحين من قبل اتحاد الكرة ورئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود ومسؤولين آخرين وتشير مصادر إعلامية أن درجال نوها بالقول أن هناك بعض المتغيرات والتطورات ستحدث قريبا ضمن هذا الملف من جهته مشاهدين الكرام تشير مصادر إعلامية عن وصول اللاعب الدولي السابق عدنان درجال يوم الاثنين التاسع من هذا الشهر إلى سويسرا لتقديم شكوى في الفيفا ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم والسبب يعود لاستبعاده من مجموعة الأسماء عن سباقات انتخابات الاتحاد الكروي بسبب التثنية وكان المتحدث باسم اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة العراقي محمد قحطان قد أعلن مؤخرا عن استبعاد عدنان درجال وأحمد الموسوي ومحمد ناصر ووليد الزيدي ونعيم صدام وباقر حميد وغالب الزامري عن سباقات الانتخابات بسبب التثنية في السياق نفسه اعتبر المرشح الآخر لعضوية الاتحاد اللاعب الدولي السابق نعيم صدام أن ما جرى كان يعني خطوة مقصودة من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي الكروي لاستبعاد وإقصاء الكفاءات الرياضية طالب بوضع حد لتدخل اللجنة التنفيذية في الانتخابات أكد أيضا نعيم صدام أن لجنة الانتخابات غير مستقلة وتعرضت لضغوطات كثيرة من قبل رئاسة الاتحاد ما أدى إلى استقالة رئيسها محمد قحطان ونائبه وختم بأنه تقدم مع زملائه بطعون لدى القضاء ويأملون في أن يكون قرار الاستئناف في صالحهم ولحد الآن تقدمت سبع طعون مرجعية اللجنة لجنة الاستئناف هي لوائح الاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد التي على غاها سيتم البت والطعون خلال الأسبوع القادم وستطع لها النتائج يوم 16 بالشهر بعض الطعون يعني ما تتوافقوا لنظام الأساسي مبدئيا وبعضها يعني يحتاج إلى دراسة وإن شاء الله لأسبوع القادم سنعينا عن نتائج الأخوال اللي يقدموا طعون بالنسبة للطعون المقدمة تقدمت طعون من الأخ عدنان درجال والأخ وليد الزيدي والأخ نعيم صدان بالإضافة إلى طعن مقدم من محمد الموسوي لنادي كربلاء وطعن آخر مقدم من نادي الكوفر عن طريق الأخ باقر وطعن آخر مقدم على لجنة الحكام من قبل الحكم من رعا السليم بالإضافة إلى طعن آخر مجموحة سبع طعون مقدمة سيتم البحث يعني خلالها الأسبوع القادم أسباب هذه الطعون وواقعيتها ونجاحها وفشلها وسيتم إعلانها خلال يوم 16 بشأن مشاهدين الكرام متواصلين في ملف الانتخابات وملف الاتحاد العراقي بكرة القدم بالتأكيد تواجدنا مع عدد من لاعبي الكرة العراقية السابقين يعني فسألناهم عن انطباعاتهم عن المشهد الكروي العراقي بشكل عام والفترة الحالية التي يتم فيها التحضير لانتخابات الاتحاد الكرة وكيف ينظرون حول استبعاد الكفاءات من القامات الكروية المعروفة عبر يعني تاريخ كرة القدم العراقية عن الانتخابات هل هناك ضوابط وحلول للدخول والتنافس الشريف من قبل المرشحين في انتخابات اتحاد الكرة فكانت يعني تغطي على إجابات أهل الشن المحبين يعني للكرة العراقية لمحة من الألم على واقع الكرة العراقية يعني في الوقت نفسه كانت العيون يعني حزينة ترنو وتمني النفس لرؤية مستقبل مشرق يمحو الصورة التي ظهرت بها الكرة العراقية يعني في السنوات الأخيرة ونشاهدين الآن دعونا يعني نتوقف مع أرياضين المختصين باللعبة وانطبعاتهم حول هذا الأمر خلنا نتابع حقق بالنسبة الانتخابات اتحاد كرة القدم هذا الموضوع الأزلي الشاك اللي في كل في كل مرحلة أو كل دورة يعني يظهر ويطفو هذا الموضوع على السطح أعتقد يجب أن تكون هناك حلول جذرية لهذا الموضوع أو للرياضة العراقية بصورة عاملة يعني نحن إذا نلاحظ نشوف المشاكل انتخابات سواء على مستوى الأندية أو سواء على مستوى الاتحادات وكذلك على مستوى اللجنة تبين كنقطة نقطة سوداء في الرياضة العراقية وعلامة يعني علامة استفهام كبيرة يعني يجب أن هناك تكون حلول جذرية والحلول يجب أن تكون حكومية بالدرجة الأساس لأن تنظيم القوانين هي مسئولية الحكومة ومسئولية البرلمان لهذا أعتقد يعني بأن الحكومة والبرلمان العراقي يجب أن يضع هذا في أجنته ولو خلنا نقول دور البرلمانية شرفت على الانتهاء بدون أن نشاهد تصويت على قانون اللجنة الأولمبية أو قانون الاتحادات أو قوانين الانديا لأن يوجد قانون يحدد الظوابط وكل يعني الشخص يأخذ حقه وفق القانون الماشي تعرف نحن عندنا قوانين سابق يعني قوانين الانديا وقانون الاتحادات من نظام السابق ولحد الآن هي أعتقد سارية سواء على اللجنة الأولمبية أو على الاتحادات وعلى الانديا لكن اللاحظ يعني هناك مشاكل يعني يكون اتحاد أو يكون انديا يطبق هذا القانون ويكون انتخابات تجري على وفق لوائح مضمنها أعتقد الاتحاد كرة القدم اللي وضع لوائح خاصة يعني لوائح يعني يثير الاستغراب وبها علي أكثر من عنامة استفهام لأن حسب ما يقال بين لوائح فصلت على مقاس أعضاء الاتحاد وهذه اعتقد نقطة مو يعني مو يعني جيدة في صالح الرياضة العراقية بصورة عاملة لأن الاتحاد هو مثل كرة القدم ومثل يعني خلينا مثل نقول حكومة كرة القدم في العراق فلهذا يجب أن تكون هناك شخصيات رياضية شخصيات محترمة شخصيات لها تاريخ رياضي تاريخ مشرف بالإضافة إلى الإمكانية الإدارية والإمكانية المهنية هاي الشخصيات اللي نتمنى أن تاخذ دورها على المستوى يعني الاتحاد إحنا إذا نلاحظ عن هال مسألة في الأيام الأخيرة نشاهد هناك قوانين وهناك ضوابط وضعت على لأجل الترشيح لعضوية الاتحاد وهذه أعتقد ضوابط مو منصفة جدا يعني أقصت شخصيات مهمة شخصيات لها تاريخ طويل مثل كابتن عداندرجال كابتن نشئة أكرم يعني أعتقد هناك العديد من الشخصيات اللي يتمنى أن يكون لها دور في الأيام القادمة في قيادة مسيرة الكرة العراقية ومحترامنا لكل الأعضاء وكل الأشخاص الموجودين في الاتحاد لكن نتمنى بأن يكون النظر يعني وجود حل جذري وضع يعني قانون خاص باتحاد كرة القدم ينصف الجميع يعني يعني الحساب جهة أخرى وهذا اللي نتمنى احنا كرياضيين كمتابعين كمحبين للرياضة العراقية نتمنى بأن يكون هناك حل جذري لمسألة الاتحاد وهناك قانون منصف يأخذ كل ذي حقا حقه طبعا موضوع الاتخابات تحاد فرد القدم وتغيير لوجوه الأشخاص العضاء والنائبين الأولى والثاني حتى رئيس الاتحاد يعني مسألة تحدث في كل دولة نسعى نحو الأفضل دائما نكون للأشخاص والشخاص الموجودين كفاءات عالية كفاءات إدارية عالية ومهنيين نفس الوقت مثل ما تعرف بأنه هو تخصص كرة القدم يجب أن يكون اللي موجودين يعني بإدارة تحد كرة القدم يكون تخصص كرة القدم وذات باع وخبرة طويلة في كرة القدم هذه المسألة لدينا مهمة جدا نحن كلاعبين دوليين نشركنا بعض الوجوه الجديدة إن شاء الله وترشيحاتنا وتوجهاتنا هذه الوجوه الجديدة إن شاء الله قوية جدا في سبيل تغيير واقع كرة القدم نحو الأفضل نحن وقعنا حاليا يعني بصراحة وصل إلى مرحلة يجب أن يغير لأنه مثل ما تعرفون يعني وضع المنتخبات الوطنية ووضع المنتخب الوطني الأول يجب أن يكون نحو الأفضل ونحو الأحسن من بعد رفع حضر كرة القدم عن العراق نقل الاتحاد الدولي نتمنى ونسعب أن الوضع يكون أفضل إن شاء الله بالقادم إن شاء الله بمسبب الانتخابات الاتحاد كرة القدم الاتحاد المركزي كرة القدم يجب أن يطون الفرصة المناسبة لللاعبين الدوليين يعني عندنا لاعبين دوليين اعترافهم دولي اشتغلوا بالاتحاد اشتغلوا بالليجنة الأولمبية يعني الكابتن عدنان درجال كابتن منتخب العراق وإلى سمعته وإلى وزنه بالناحية الإدارية وكابتن نشأت من رشح وكابتن يعني هم كابتن معروف على مستوى العراق فيجب أن يغير الاتحاد يكون هم نتشلبين بيها بالعامية يجب أن يتركون المجال يعني الشباب أن تطمح أن تشتغل أن تقدم خبراتها وكابتن عدنان درجال مو أن هو يعني شاب يريد يقدم كابتن عدنان درجال إلى خبرته وإلى وزنه بالاتحاد الآسيوي بالاتحاد الدولي عنده علاقات مثل ما الكابتن حسين سعيد نفس الشي فذول طاقات يجب أن نستغلها ويجب أن يكون هناك تغيير شامل وكامل بالنسبة لاتحاد كرة القدم لأنه إذا ما تغير راح يبقى نفس المنهج ونفس المواضيع اللي يطرح أما أن يطلعون قوانين جديدة فهم أصلا هناك قوانين يعرفوها باتحاد كرة القدم والكابتن عدنان درجال عنده لوائح وعنده أنظمة وقوانين الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي فيجب أن يكون تغيير يعني شامل في اتحاد كرة القدم نحو الأفضل وأعطاء فرصة لللاعبين الدوليين السابقين اللي عندهم المنهج وعندهم فلسفة بالقضية أما أن يطلعون يوميا قوانين وتشريعات جديدة فما أعتقد هاي في مصلحة البلد جمهورنا الرياضي سنبقى مع أجواء الاتحاد الكروي وفترة الانتخابات إذ رافقت فترة عمل الاتحاد العراقي بكرة القدم الكثير من المؤشرات وصولا إلى يعني الخطوة التي أقدم عليها طبعا هذه الخطوة باستبعاد سبعة مرشحين من المشاركة في الانتخابات على الرئاسة والعضوية هذه الخطوة أثارت يعني جدلا كبيرا وردود فعل سلبية في الوسط الرياضي والشارع الرياضي والإعلام الرياضي فمن الطبيعي أن تظهر على الساحة تساؤلات وأمنيات ومطالبات تدور في أذهان الجميع عسى أن يكون القادم أفضل للكرة العراقية ما مرت عليها من كبوات ونتائج سيئة جراء التخبط وسوء التخطيط وتراجع المستوى الفني للكرة العراقية مشاهدين بالتأكيد هذه طبعا وفقا لأبرز الانتقادات التي طرحها الزميل مناضل الساعدي الإعلامي الرياضي في حواره لصدى الرياضة خلينا نتابع يبدو أن المشهد الرياضي العراقي الكروي يسير في نفق مظلم وباتجاه خلق مشاكل بين نجوم الكرة العراقية السابقين وبين أعضاء الاتحاد الكرة الكل يعرف اليوم انقسم موضوع المشهد الانتخابي إلى فريقين فريق بقيادة نجم الكرة العراقية السابق الكابتن عدنان درجال وفريق آخر بقيادة الملة عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد الحالي لأن هناك معطيات كثيرة وأمور تشير إلى أن اتحاد الكرة الحالي لم يتقيد بالقواعد واللوائح التي وضعها كثير من هذه الأمور مثلا موضوع لجنة الانتخابات إذا ترجع للقانون يجب تشكيل هذه اللجنة قبل ستة أشهر ويتم ذلك عن طريق الانتخابات وليس عن طريق التسمية اللي شاهدنا أنه تم تسمية هذه اللجنة ونتيجة الضغط الإعلامي الكبير والجماهير الكبير ووضوح الرؤية لدى الشارع الرياضي بهذه المخالفات اليوم السقال رئيس لجنة الانتخابات أكيد الكل يتفق والكل يأيد وجود نجم على رأس الهرم الإداري لاتحاد الكرة في هذه الفترة اليوم أنه نقول الناس قدموا واللي يعملوا قدموا واللي يقدرون عليه لكن يجب أن هذا المكان ليس هو كرسي بالوراثة أو على الدوام أنه أنت تاخذ هذا الكرسي رئاسة وأعضاء الاتحاد يجب فسح المجال أمام كفاءات رياضية أسماء كبيرة في عالم الكرة العراقية ومن ضمنهم الكابتن عدنان درجال محاولة إبعاده أتوقع أنه هذا الموضوع رح ياخذ منحة آخر وهو اتجاه الكابتن عدنان درجال مثل ما وصل للشارع الرياضي باتجاه محكمة الكاس الدولية اللي قامت شكوى لأن الرجل مشمول بالضوابط من ضمن هذا الضوابط أنه أخذ الترشيح من نادي الزوراء عدم اعتراف الاتحاد بموضوع الكرة النسوية إذا ترجع للوائح والقوانين اللي يضع اتحاد الكرة رح تجد الكرة النسوية موجودة وشارك بالانتخابات ترشيح من نادي سامرة العفو التثنية أيضا من نادي القوة الجوية فالموضوع مكتمل يعني فأتوقع رح يصير باتجاه محكمة الكاس الدولية أنت شفت الفترة السابقة والمعطيات اللي عمل بها اتحاد الكرة وخرجت تظاهرات جماهيرية كبيرة من أجل استقالة اتحاد الكرة اتحاد الكرة وضع حلول انطى مقترحات لكن لغاية هذه اللحظة ما شفنا لها أي حيز بالتطبيق وين لجنة الخبراء اللي يتحدث عنها اتحاد الكرة وين الإصلاحات اللي قال احنا راح نسويها وين حالات التزوير اللي دائما يتحدث تزوير بالمنتخبات والفئات العمرية اللي يتحدث عنها اتحاد الكرة الحالي وما شفنا اي نتيجة كل هذه الأمور اليوم احنا يعني أبسط الأمور بطولة الصداقة الدولية كنا نقول يا ريث يلعب منتخبنا الوطني بين أرضه على أرضه وبين جماهيره الكبيرة والحمد لله والشكر بعد أن تم رفع الحضر الجزي عن الكرة العراقية ونتوسم من اتحاد الدولي أن يرفع الحضر عن ملاعبنا كافة وهمها ملاعب بغداد ملعب الشعب الدولي لكن شاهدنا منتخبنا أداء عقيم وضعيف وهزيل في بطولة الصداقة الدولية الدليل على ذلك ثلاث منتخبات احنا آخر منتخب فيا يا أخوان نقول لأعضاء اتحاد الكرة قدمتوا اللي عليكم قدمتوا وفق مكانياتكم لكن لهذا الحد وكافي منحوا الفرصة للنجوم للكفاءات لأصحاب الشهادات حتى يقدمون للكرة العراقية ما عجزتهم عن تقديمة مشاهدنا نكمل مشوار صداء الرياضة بالتواجد يعني مع الرياضيين السابقين في لعبة كرة القدم العراقية لمعرفة آرائهم حول فترة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكل عام وكيف ينظرون الفترة الحالية التي يتم فيها التحضير للانتخابات يعني وهل الأفضل والأجدر لقيادة عمل الاتحاد في المرحلة المقبلة يعني يعتمد على تأسيس منظومة جديدة من أصحاب المعرفة والخبرة والتاريخ الرياضي يعني ممن خدموا الكرة العراقية كلاعبين ومدربين الآن مشاهدين الكرام مع انطباعات أخرى لمجموعة من لاعبي الأنز حول هذه التساؤلات وغيرها نتابع انتخابات كرة القدم انتخابات الحقيقة الهامة لراقبها الشارع والجمهور العراقي بعناية فائقة وحتى الدولة العراقية ولذلك المؤسسات الرياضية مرتبطة ارتباط وثيق حقيقة بطريقة تعاملها مع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد كرة القدم لذلك عندما اتكلم عن اتحاد القدم والضوابط والقوانين وأيضا ما يجري حاليا لجنة التراخي السابق وعندك لجنة الانتخابات الحالية انا اعتقد بانه هناك دائما معوقات تثير الشكوك هنا وهناك وبالتالي هاي تنعكس على اداء الانتخابات الشفافة الناجحة الايجابية الصريحة بارتقاء الاشخاص الكفؤين لذا عندما تشاهد بانه لا يوجد مرشحين لرئاسة الاتحاد ومرشحين لمركز النائب لرئاسة مرشحين سواء شخص واحد هذا يثير الشكوك حقيقة لذلك المرحلة القادمة مرحلة صعبة نتعامل معها بحذرة شديد وحتى التصريحات الاعلامية عندما تطلق يجب ان تكون منطقية وبناء الهدف مو التسقيط لكن الهدف هو التغيير الايجابي الحقيقي ولهذا ما تجري عليه حاليا الانتخابات في كل نحاء العالم لذلك الانتخابات القادمة والهيئة العامة الاتحاد القدم هيئة يجب ان تكون على مستوى المسؤولية وتختار الكفوق اللي سيرتها الذاتية ناصعة وعمل ايجابي وقدم الشيء الكثير في تطوير كرة القدم العراقية لذلك هناك شخصيات مع جل احترامي الكثير منهم لم تقدم شيء لذا هي رسالة التنحي عن هذه المراكز هذه المراكز مو اماكن للحصول على مكاسب شخصية وبالتالي هذه المكاسب شخصية ما راح تعطي شيء رجائي بانه تغيير الضوابط والقوانين اللي اللي بصراحة سببت هاي المشكلة وبالتالي انا اعتقد راح تكون هناك شكاوى على مستوى عالي وبالتالي ابعاد النجوم بهذه الطريقة وعدم حصولهم على تمثيل وهناك التثنية وهذا الامر حقيقة لا يتلائم مع طبيعة واقع الحال هناك ما يقارب خمسين مقعد وهناك يتنافس علي اكثر من خمسة وعشرين وثلاثة وعشرين ويحتاج الى تثنية اعتقد هذا شيء مبالغ بي شيء غير منطقي ومخالف لما يتعامل بالعالم تطور كرة القدم العراقي يأتي من خلال الضوابط الحقيقية ومن خلال دعم الدولة ومساندتها ومن خلال المؤسسات الرياضية الصادقة وتتعامل بحيادية مع كل المرشحين في ذلك المرحلة الجاية اعتقد مرحلة صعبة واتحاد كرة القدم مسؤول عن اي اخفاق يحصل في هذه الانتخابات ومسؤولية كبيرة امام الجمهور وامام الله سبحانه وتعالى الحقيقة اتحاد كرة القدم العراقي يعمل بآليات يعني منعه خليطون فد فرصة للناس الرياضيين اللي تستحق ان تعمل بالكرة العراقية الكرة العراقية يمكن بالفترة الماضية يعني ما حققوا فد شيء للعراق خليطون يطون فرصة يعني شوال الاخ عدنان درجال عدنان درجال شخصية مرموقة وشخصية محترمة وما صور اثنين يختلفون على شخصيت عدنان درجال يعني رجل معروف بالعراق وبالخليج وبالوطن العربي كله يعني اذا عدنان درجال ينشال الانتخابات بعد ما اعرف وقرع على السلام وقرع على الكرة العراقية السلام هم اعتيادي على الأعضاء الاتحاد هم والليين يعني الضار يعني 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 قايسين القياسات لهم يعني خلص هذا ما يصير هذا ما يصير يعني شوال اقول لك يعني خلوه فتعراقيين أنا اتصور اتصور واتوقع لكل المرشحين يعني اي مرشح يجيهم راح يخلوه لفتعراقيين يعني يعني ما معرف 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 عراقية من جي يجيبوه معرف جمهورنا الرياضي الان مع مجموعة من الاخبار الرياضية المنوعة نتعرف عليها من خلال الوقفة التالية وهي فقرة دقيقة ونص خليكم ويا توصلت ادارة نادي الشرطة الى اتفاق مع المدرب ثار جسام لقيادة الفريق في المباريات المتبقية من الدور الممتاز لكرة القدم وقال مصدر في النادي ان جسام سيوقع رسميا على العقد بعد وصوله الى العاصمة بغداد يذكر ان جسام سيقود الفريق خلفا للمدرب المقال البرازي ماركوس باكيتا قبل انطلاق مونديا روسيا استقبل رئيس جمهورية باناما خوان كارلوس فاري الى كأس العالم التي يسلمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في رحلة مكوكية بين البلدان المتأهلة وقبل وصول كأس العالم الى باناما حطى الرحالة في الارجنتين وكولومبيا وبعد وصوله الى باناما سيكمل جولته الى كوستريكا والمكسيك والولايات المتحدة لاختتام جولته في القارة اللاتينية اقال الاتحاد الياباني لكرة القدم مدرب المنتخب وحيد خليلو قتش قبل شهرين على انطلاق نهايات كأس العالم في روسيا واضح كازو تشيما رئيس الاتحاد الياباني للعبة انه تم ابلاغ المدرب البوسني بالقرار وسيتم الاعلان عن بديله في مؤتمر صحفي خلال وقت لاحق الالماني سباستيان فيتيل يحرز مركز الاول في سباق جائزات البحرين الكبرى ضمن الجولة الثانية بطولة العالم للفورميلوان متقدما على سائق مارسيدس الفنلندي بوتاس اما سائق مارسيدس الاخر البريطاني اليوس هاملتون بطل بالعالم للعام الماضي فجاء ثالثا من جهته رفع فيتيل رصيد الى 49 فوز في سباق المائتين وفاز بلقب سباق البحرين المرة الرابعة في مسيرته بعدما احرز اللقب عامي 2012 و2013 مع فريق ريدبول و2017 مع فريقه الحالي يشار الى أن جائزة البحرين الكبرى هي النسخ الرابعة عشر منذ انطلاقتها عام 2004 اهلا بكم مشاهدينا الكرام مع منافسات البونديس ليجا اذ توجى فريق بايرن ميونيخ بلقب دور الدرجة الأولى لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه بعد الفوز على مضيفه اوغس بورغ بأربعة اهداف مقابل هدف ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة وقبل خمس جوالات من نهاية الموسم وفاز فريق بايرن بلقب الدور الألماني بثمانين وعشرين مرة حيث جاء أول تتويج له في موسم الف و سعمية وثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين قبل تطبيق نظام البونديس ليجا في عام الف وتسعمية وثلاثة وستين ولكن منذ تطبيق هذا النظام حصد اللقب سبعة وعشرين مرة ونجح فريق بايرن في تحويل تأخره بهدف أمام فريق أوغستبورغ إلى الفوز بأربعة أهداف لينفرد بصدارة البونديس ليجا برصيد اثنتين وسبعين نقطة بفارق عشرين نقطة عن أقرب ملاحقي فريق شاركة وعلى مستوى خط الهجوم يمتلك البايرن أقوى خط هجوم في الموسم الحالي حيث سجل ستة وسبعين هدف حتى الآن كما يمتلك أقوى خط دفاع إذ اهتزت شباكه واحدة وعشرين مرة ويتطلع فريق بايرن للهيمنة على جميع البطولات في الموسم الحالي في الولاية الأخيرة لمدربه العجوز يوب هانكس حيث اقترب الفريق من التأهل إلى المربع الذهبي لدور أبطال أوروبا بعد فوزه في ذهاب دور الثمانية على ملعب إشبيليا الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد كما يلتقي مع باير ليبر كوزين في المربع ذهبي لكاسي ألمانيا في السابع عشر من الشهر الحالي وحقق فريق بايرن فوزه الثالثة والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزام مشاهدين الكرام متواصلين معكم ومن بين أهم المواجهات في إطار منافسات الجولة الثالثة وثلاثين من بطولة الدولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نجح فريق ماتشستر يونيتد الإنجليزي في تحقيق فوز مهم وصعب على حساب نادي ماتشستر سيتي بثلاثية مقابلة هدفين تقدم فريق ماتشستر سيتي عن طريق رأسية كومباني في الدقيقة الخامسة والعشرين وضف جوندو جان الهدف الثاني للمان سيتي في شوطة ثاني نجح فريق ماتشستر يونيتد في قلب الطاولة على الستي بعدما قلص الفارق عن طريق لاعبه الفرنسي بول بوكبا ليعود اللاعب بوكبا ويضيف الهدف الثاني والتعادل لمانشستر يونيتد بعد عرضية رائعة من زميله سانشيز واستمر ضغط الشياطين الحمر حتى نجحوا في إضافة الهدف الثالث عبر المدافع سمولينغ في الدقيقة السبعين وعجز المان سيتي عن إدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونيتد بثلاثية مقابل هدفين بذلك تأجل حسم مانشستر سيتي للقب للقب الدول الإنجليزي لجولة الرابع والثلاثين من عمر المسابقة وأصبح رصيد مانشستر يونيتد بعد الفوز بـ 71 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند الأربع والثمانين نقطة ليبقى رغم هذه الخسارة في الصدارة مشاهدين الكرام في نتائج المباراة الأخرى ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدور الإنجليزية الممتاز لكرة القدم أيضا معنا فريق أرسنل يفوز بشق الأنفس على فريق سوث هامتون بثلاثة أهداف مقابلة هدفين وعزز فريق أرسنل رصيده في المركز السادس بـ 54 نقطة في حين بقي سوث هامتون في المركز الثامن عشر والذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأولى وله 28 نقطة مشاهدين التعادل السلبي في مواجهة نادي إيفرتون مع جاره الكبير نادي ليفربول طبعا كانت هذا عنوان هذه المواجهة ليرتفع رصيد ليفربول في هذا التعادل إلى النقطة 67 في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة الحادية والأربعين في المركز التاسع مشاهدين الكرام توتنام هوتسبير يفوز على نظره ستوك سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد سجل هدفي توتنام كريستيان أريكسن في الدقيقتين الثانية والخمسين والثالثة والستين فيما سجل هدف ديستر سيتي الوحيد بيرام دوف عند الدقيقة السابعة والخمسين يشار إلى أن توتنام سيلتقي نظيره منشستر سيتي في 14 من نيسان الحالي ضمن منافسات الدور الإنجليزي متوسطين في الدور الإنجليزي مشاهدين كرام فريق تشيرسي يتعادل مع ضيفه وستهام يونيتد بهدف لكل الفريقين وأصبح رصيد البلوز 57 نقطة في المركز الخامس في حين صار رصيد وستهام 34 نقطة في المركز الرابع عشر إذن الآن مشاهدين الكرام دعونا نتوقف قليلا مع فاصل قصير نكمل بعده فقراء صدر رياضة خليكم ويانا الآن مشاهدين الكرام مع منافسات الليجة فضمن المرحلة الحادية وثلاثين من الدور الإسباني لكرة القدم حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة ديربي مدريد بين الريال وجاره الضيف أتلاتيكو مدريد ليكون فريق برشلونة المتصدر أبرز المستفيدين من هذه النتيجة ففي مباراة حفلت بالمتعة والإثارة افتتح فريق ريال صاحب الأرض النتيجة بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثالثة والخمسين قبل أن يتمكن أتلاتيكو من الرد سريعا بفضل مهارة الفرنسي أطوان غريزمان في الدقيقة السابعة والخمسين بهذا التعادل عزز أتلاتيكو رصيده في الوصافة بثمان وستين نقطة وبفارق احدى عشرة نقطة كاملة عن برشلون الذي اقترب من حسم التتويج بلقب الليجة لا سيما طبعا بعد فوزه السبت على ضيفه لغانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي الأهداف الثلاثة ليبتعد بذلك في صدارة هدف الليجة أما فريق ريال مدريد بنقاطه الاربع وستين فقد خسر المركز الثالثة لمصلحة فالانسيا صاحب الخمس وستين نقطة بعد أن نجح في خطف فوز ثمين على ضيفه اسبانيول الرابع عشر بست وثلاثين نقطة جاء هدف الخفافيش بتوقيع نجمه الدولي رودريغو مورينو في الدقيقة السابعة من عمر المباراة أما فريق إشبيليا فقد تابع عروضه الدوري الإسباني بسقوطه الكبير أمام سيلتا فيغو برباعية نظيفة ليخوض أسوأ اختبار ممكن له قبل حلوله ضيفا على بايرنم يونخ الألماني في إياب ربع نهاي الأبطال ومع ما تبقى من مراحل معدودة على ختام الدوري الإسباني بات من المحسوم تتويج برشلونة بلقبه الخامس والعشرين وحتى السؤال حول موعد التتويج الرسمي لم يعد مهما بعد أن حسم مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان موقف ريال من الممر الشرفي في الكلاسيكو المقبل مؤكدا أن لاعبي ريال لن يقوموا بتكريم لاعبي الغريم برشلونة ولن يصطفوا كحرس الشرف لهم في حال كان الأخير قد حسم لقب الدوري المحلي لكرة القدم لصالحه طبعا بحلول موعد الكلاسيكو بينما هذا الموعد سيكون في أيار المقبل مشاهدينا لم يبقى لدينا سوى أن أنقل لكم تحيات أسرة صدى الرياضة على أمل اللقابكم في حلقات مقبلة حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات جميع أسرة صدى الرياضة وأنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق النجاح الإبداع هذه تحياتي بلا البداء مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر